1500 جنيه امتي العقد اقباضي الفلوس على طول هبيع قهوة زي يدي ب1500 لحيا روتا بكت تلاقيها ولا عشان عايز اخلص منها ده في اللي فصل ب1100 يا بدري السوق النهار ده اختي معتش زي لاوي خلاص مش هبيع اني بقى مش مكروشة على بيعها ها والله بشوقك وبراحتك الملمالك وانت حرة فيه بس انا قلبي عليك يا اختي المشتري ده لو راح مش هنلاقي السعر ده تقاني استغفر الله العظيم طب هي يعني ما تتهزش ل1800 ولا 1700 حتى ده اخر ما عنده وان شاء الله انتصفنا ودري لو حكسب من وراء البعد يقرشي سغواحي هو فيه يا روتا كل ما اكلمك في حاجة تدي على روحك يا ستي خلاص بايها يلا ان شاء الله يجي بكرة يديني الفلوس وعبطل الورق ها ما تزعليش نفسك يا بدري وان شاء الله يا اختي ربنا هيعوض عليك اليان قص من نحية زيد في نحية تانية ولا تانية ولا تالية اني حاخد الفلوس ده ارميها البحر كأنها مجاتش يوه وتعيشي زي انتي واسلام ابني ده حتى ربنا مايرضاش بكده هشوف لي اي شغلات هارجع البلد واعد في عشت امي واشتغل باليومية وربنا بيبرك في الحلاق يا بنت بتتحكي على رأيك ولا بتتحكي علي انتي حتشتغل باليومية طبعا من ايه بس هواني قدامي سكة تانية قدامك قدامك سكة السعد والهنة والمال والشغرة بس انتي قولي ايه ياختي منين هو حد يكره انا ياختي لك للعيش والملح قلت يا بنت يا رطب لما اختيك بدرية حتبيع القهوة لو مسكت الفلوس في ادها هتروح وانا بفكرلك ليلة مبرح دخلت علي بيت صاحبتي كتشغلة معي عندي ست بديعة اسمها لازلاز اسمها لازلاز؟ اه لازلوزة كده قال ايه يا اختي لما ست بديعة رجعت عالشام وقفلت الكازينو بتاعها البيت قعدت عطلانا من غير شغل قال جاية هنا ميت غمر عشان تستارزة قلت لها يا حصرة دا احنا بنصفي القهوة هنبيع يا اختي وقالي بس ربنا يتم البيع ويتوب علينا حكيتلي على كازينو وصاحبه في مصر مزنوق والضراب حكز عليه وعايز يبيعه وخايف يروح منه في المزاد بتمام باخص تبواني مال يا روتا بتقوليلي الكلام ده ليه قلت لها بيت خليكي وراه اوعيت سبيه اعرفي هيبيع بكم وقوليلي واذا كان كده نقص انتي بتليف يود دولي على ايه يا روتا ديه ديه عاوزان ابيع اهو عشان اشتري كازينو يا اختي غرالك اه يا بدريه واحنا كنا لسه بيعنا ولا اشترينا انا بحكيلك على الحاصة لا يا اختي ما بتحكيليش انتي بتدوري على مصلحتك عاوزانو تشيري الكازينو وانتي تشتغلي وانا اتورط معاكي خلاص يا بدريه نفضاها يا اختي سيرة لا تشتغلي ولا وراتك وانك انا علي مش عايز اشتغل هارجع ابو جعور وكفاي علي كده يبقى احسن باردك والرجل بكرة يجيب فلوسه وياخد ورقه مالوش طالح بنا خالص